هيك محادثة بتخصك شوف من معانا أهبي آدم 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 ربنا خلي هو لك دي صورة من إمتى؟ دي تقريباً أول يعني ما بدأت إن أنا أشوفه تاني وأخرب بي وكده قدين متعلق فيه أحمد؟ كتير قدين؟ كتير كتير يعني في حاجات أنا ما قداش أقولها بس يعني إيه؟ آدم يعني عارفة هو الفرحة يعني هو بالنسبة لي الوقت اللي بحس فيه إنه مبسوط أو أو هو فرحان بي أو راضي عني أو كده ببقى أحس إن أنا كإني يعني خدت جهزة الأسكر هو يعني فرحة وجات بعد شوق وجات يعني وقررت بعدي إنه الحمد لله يعني ببنا يقدرني بس وأسعيده هو مش عايز أولاد تاني؟ مش عايز أولاد أبدا؟ مش عايز أولاد أبدا؟ لا خط حتى من امراتك هي جديدة؟ لا هو ده كان اتفاقنا يعني هي كمان يعني مش يعني هي كانت مرتبطة وعندها أولاد فهي مش يعني ما عندهش الرغبة إنها تنجي بالأول مرة يعني إنه عاوز تربي الولاد الوحيد عايز أبدا أدم كده يعني مخمخ له كده أزبط له كل حكة إن شاء الله يا رب نفسي يعرف أسعيده إلي عنده كم سنة دلوقتي؟ أدم 13 13 8 إن شاء الله في آخر السنة دي 14 يعني سن المرهق ده بقى دلوقتي آه آه بتدينا نتعب شوي في الموضوع آه بتدينا نبقى المسألة فيها يعني إيه كلامه قليل شوية وهو ما شاء الله عليه يعني إيه برضو مامته يعني يخليها كده بيفكر كويس ومتعمق قوي بيسأل طول الوقت في حاجات آه عمد هو فهم اللي حصل معاك قدر يفهمه قدر يتقبله الموضوع آه آه بس مين اللي شرح له الموضوع فهمه إزاي بصي والدته طبعا شرحت له وهي لما بدأت إن أنا تواصل معها تاني طلبت مني إن أنا يعني قالتلي إنه هو محتاج إن أنت تشرح له أكثر فشرحت له على قد برضو ما هو ممكن يفهم وحس إني كمان ما متعبوش بالتفكير كتير والتحليل آه إنه البني آدم بيختار الناس اللي يبقوا معاه ويبقوا حواليه وده جزء من الأمانة بتاعته إنه هو يعرف يختار حياته وينجح في حياته لما بيسيء الاختيار بتاع الناس اللي حواليه ده ممكن يؤدي لمشاكل آه شرحت له بشكل مبسط وهو ما شاء الله عليه يعني زعل منك آه أحمد بالفترة زعل منك آدم حسيته بعيد عنك لا هو مش زعل هو فضل يرقبني شوي هو مش مسألة زعل هو حولك على حاجة هو كان إيه بيعرفة اللي هو شايف إنه إيه بابا عصبي يعني أنا كنت عصبي فمن أول ما كنا نتقابل كان إيه لما يلاقيني كده يا أخي يعني مثلاً حد بيزنق بالعربية فأنا يا باب خلاص بقى احنا قلنا بقى مش همتعصب تاني بتاع فيعني أنا ما بحبكش متعصبي ما حبش شوفك عصبي فبدأت أنا أعالج الموضوع ده عموماً بقى مش بس وأنا معاه إن أنا هو صحيح وأنا هو أنا اللي بيخليني فجأة أبقى متعصب كده يعني ما خلاص ما الدنيا أهدم كده الحاجة اللي تستحق فيها لأنتعصب عشانه نتعصب عليها فهو بيعلمني يعني ده قديم الحاجات اللي أنا أحبها قوي فيه إنه كتير باخد منه عشان كده مثلاً أنا دايماً خروجات بتاعتنا أنا بسيب له هو اللي يختار عن طريق تيك توك وكده بيخش يعرف الأماكن اللي هو نفسه يروحها أو زميله بيتكلموا عنها أو كده ويبقى ديه للأماكن اللي إحنا ممكن ننزل نخروب نروح لها النهار فأنا مبسوط بأنه إحنا بدأنا نتواصل بشكل كويس والسن اللي جاي هو محتاج أكتر للقبل للرعاية للرعاية والتوجيه فأنه هو بقى يجي معي التصوير بقى ويحضر بقى وأنا أشتغل يمكن يعني ولد بعمره وتحصل هيك قزمة ووالده فنان مشهور يعني معروف برضو وأكيد الناس كلها حتعرف أو عرفت بالقضية تعرض للمضيقات الولد؟ الحمد لله لأ حتى من أصدقائه بالمدرسة؟ ما هي بقى الحمد لله لأ ليه بقى أقولك لأنه أنا فضل من ربنا سبحانه وتعالى أنه يعني أهالي الولاد بيحبوني يعني بيتفرجوا على شور لي اللي أنا قدمته مع صوصي حلفخراني أو فيلم الوعب أو كده فهم فهمين أنه كل الناس الحمد لله يعني ممكن تحصل لها أزمات والفكرة في أنه مين اللي يقدر يتغلب عليها فالولاد بيسمعوا أهاليهم يعني بيسمعوا أهاليهم وهم لما بيشوفوني في التلفزيون بيتكلموا عني إزاي فده اللي بيوصلني منه هو بقى بيقول لي أنه زميلي بيحبوك أم عافش بيحبوك ليه يعني هم أكيد ما شفوا لكش شغل بس هم بيحبوك عشان أهاليهم بيحبوك عشان أهاليهم طبعاً فده اللي كان آدم بيقولولي فدي من الحاجات اللي يعني سبحانه وتعالى وأنا طبعاً يعني بعد ربنا قررت أن أنا أشرحه يعني حتى بعد الفترة من فترة قريبة لما في أحد البرامج أنا اتكلمت عن الأزمة وكده والموضوع يعني الناس تفعلت كتير بشكل كبير جداً قوي في مصر كلها الحمد لله فتاني يوم الصبح روحت له وقلت له بص زميلك هيكلموك عن أنه بابا مبارح كان في برنامج وكان فيه كذا كذا فدي حاجة عادية وده يعني أنا بشرح لجمهور اللي حصل بفهمهم إيه اللي كان حصل لي وده يخلي إنه الناس يعني تتفاهم إنه أنا يعني إيه اللي حصل وإيه اللي ممكن إن شاء الله بإذن الله يحصل بعد كده